سلامة و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم جيدكم في فيديو باش نبرتاجي معاكم هكا صبحية شنوة عملت فيها و كيف كيف بتبع في فيديوية تلكول و معظمهم تلقا و دبارا باش نبرتاجي معاكم شنوة طيبت فطور حق طيبت فطور و عشي فرد المرة هنا قمت قمت بكري معاني نراني ما نقوم بش برش بكري اما نهارت الي يبدأ عندي معاني حاجة باش نعملها انقوم بكري هنا قمت بكري اثمانيا اخرجت مدار خرجت ديريكت باش نمشي نقضي و هنا هابتها من هنا مشي تعديد تتفقدت شجرة الكاكي اللي تبع في من عم ناول يعرفوها شجرة هادية شجرة الكري ما نقولولها احنا في تونس هايكا ما شاء الله فيها معانيها و و قريب بالطيب ما عادش برش برشة كي ما قمت لكم قمت بذماء باش نمشي الكرفور على خطر ما عش عندي برشة قطيت وليت قمت هاو كان هنا في كرفور قاعدة نقضي و كي نشوف معاني قبل بليلة حذرت و كتبت ليستة اشنوة باش نشري كي ما مستنسة والصباح كي ما قمت لكم عليها من نوم ديريكت خرجت نسيتك الليستة هذيك و قعدت نقضي كل مرة نتفكر حاجة من الغيام و من جيهة لجيهة كانوا مخريت برشة وقت اكثر ممكن نبدأ بالليستة نبدأ منظمة اكثر يعني هاو كان قضيت و روحت فرغت القضية ولقيت دبوس دابوس 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 في ساك ونجبد ولينا نلقاها بمسخة بالليكيد فيسل نمسحها ومنها كيف كيف بج نشوف روحي شنا وا نسيت وشنا وا نسيت كملت خرجت القادية كل كما قطلت لكم الي تستحق مسحان حتى تمسحتها ولي ما تستحقش بيش تمسحها كحديدها دي ريكت فوق الطاولة كملت فرقت القضية متاعي وش بتك الورقة هذيك اللي قلت لكم حذرتها في بيلي قبل بليلة وقعت نتفقد شن هو اللي انتفكرتو وشن هو اللي ما تفكرتوش الحق ما ننسيتش برشا حاجات فما في خماج دي جا ملقيتوش في كرفور هذيك اللي بتبيعت يا ما تفكرتو ونسيت فغلانس نسيت السلشي متاع تتيب هذيك ونسيت الفلفل وطماطم لسلاتها مش ويز سابع نتسمى اسال لك ده كملت الحق ما نظمتش القضية جوش تحتيت الحاجات تسحقه الفجيدير كما شفتوني سباح خرجت ما فترتش دون كاكهو قايت بيش نفتر عملت قهوة رجعت للقهوة بعد ما نحيتها وسيما عشنا تقلق رجعت للقهوة عملت قهوة كلا عادة دي كلا نسيت كافية من غير سكر خضيت دوت خونشو متاع خبز شوية ريكوتا كعبت لوز وشوية غلى عندي عندي عنب حتيت عنب كملت فطرة عملت دورة في الدار ورجعت بيش نطيب بالفطور والعشي كما قلت لكم فردة المرة عندي مديدة هكا حابة على كفتيجي قلت يالا خاليني نعمل كفتيجي بديت بالباتاتا والكفتيجي بيش نعمل في النينجا فودي ولا نجمو نعمل في الفور يعطينا نفس النتيجة ولا بتبعاء الكفتيجي الدونسي الأسيل اللي هو مقلي هني حابيت ميوريكم الفرق ما بين الباتاتا سبيسيال فريت سبيسيال قليين والباتاتا العادية شفت الصفرة هذيك هي اللي سبيسيال فريت تكون صفرة هكيكة والباتاتا البيضة هذيك من مستحسن من نقلي وهي خاطر كي نقليه وما تيبش بالجديه وفيسع فيسع ما تحمار انا ذيك هوقات ولي كعبتين سبيسيال فريت وكملت بكعبة عادية مغرفة زيت حتيت مغرفة زيت حاوت باش نوصلها للباتاتا الكل ورشة ملح وحتيتها في النينجا فودي كما قلنا ولا في الفور حتيتها على ميتين درجة ومبعد نقصت شوية خاطر فالباتاتا السفرة ثابت اقل معنية في اقل وقت من الباتاتا البيضة نقصت لها خليتها في دقائق على ميتين وبعد نقصت على مية وثمانين ولا نقلوها في الزيت يما قلت لكم انا جاي الكافتيجي ومشيت نقضي اما ملقيتش القراعة الاحمر يلا قلت مش مشكل مش باش نقفوا على هذا يا وليد خليت القراعة الخضر احنا انتوني غال في تونس معنية الكافتيجي التونسي يجي بالبصل بالقراعة الاحمر وانا زيادة نعملو بالاحمر وفهم اللي خلط فهم اللي يحط الاخضر والاحمر وانا هكي ملقيتش قلت مش مشكل خاليني نعمل بالاخضر كيف كيف لقراع قصيت ومغارف مقدار مغارفة زيت ورشة فلفل مغارفة زيت وشوي ملح وكيف كيف نحيت البتاتا هايك البتاتا حضرت ديما الكافتيجي كي نعملو الكافتيجي خليوه سخون ونحافظو عصخانة متاعو باش ببعد في القصان ما يقلقناش كملت حتيت القراعي تيب الهني الفلفل كيف كيف نعمل كل شاي حتى طماطم نعملها في النجا فودي هذي الفلفل نفس البرانسيب مغارفة زيت شوي ملح هذي طماطم ثلاثة كعبت طماطم كيف كيف حتى الفلفل ثلاثة حتيتو زو حلو واحد حار وزيتو صنو ثوم قصيتم هكيكا جويدين وحتيتو بشي تيبو مع الطماطم حاجة واحدة معني عملتها في المقلة ويزوني نعملها في المقلة اللي هي العظم حتيت شوي زيت في المقلة وعملت ثلاثة كعبت عظم قيمة قاتلكم شوي ملح فلفل لك حل ان العظم انطيبو بالقدي خاطر ما نحبش العظم مروب وهو راوف الكفتيجي يجي مروب شوي هذي كاملت حتي تتماطم التيب القرعة والبطاطا والفلفل هاكم تابو ومغاتين كيف قضيت لقيت تريليا في كارفور خضيت كيلو تريليا لقيتها بسيز ما هيش بخمو معني هذيك هي سومها وكيف كيف نظفهم للراجل نخديت كعبات نخديتش برشا خديت نصف هكيكة نفوحت هذي لفاح عملت معاكم مقبل لفاح حوت نفوح كامون كمية كبيرة معناها من المكثر كامون الرشا فراك حلو نكتة تاب هذي بالنسبة للفاح الحوت هنا انا بش نفتر بش بالنسبة للحوت انا هاتي بابي كويسان بش نبعد على القليان كينت حب معناها ذي أستيوس خوضوها كيد ما تحبوش تقليو الحوت وكيف كيف ما تحبوش شويوه وحضو كيكة بابي كويسان فوق المقلة وطايبو الحوت على البابي كويسان هكيكة يتيبلكم وما تسحقوش لزيد جملة وكيف كيف في نفس الوقت ما يلسقش حتيت كاعتين الحوت يتيبو كيما قدركم فتوري انا كهو جيد الكافتيجي شفت فكي قاعد مغطي قاعد سخون بالقدي هكيكة القصار ما يقلقناش خديت زوز سكيكن وبديت هكيكة انساتر فيه ونقصينه نص لنص قصة ومبعد نفوح شويه في الفلكحل حتيت شويه تابل وبصل ومعد نوس كيف 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 بصلوا مع نوس يفوح الكافتيجي بالباهي فما ليحطو من فوق انا الحق يعجبني معانا هيا بدا بخلط زي الكافتيجي يكون سخون كالبصل والمعدنوس يزيد سايب الماضع من بتاعو ولهني زيت شويه زيتونه الكافتيجي فما ليقصوها علاخر فما لي يخلي هكيكا بين البنين انا الحق يعجبني هكا الكافتيجي ما يكونش مقصوص معانا يكون شاي داخل في بعضو وما يكونش اخشين رجعت الكعب تيدينا الحوت باش نقلبهن سيزهم بسيسه ما يتفترشوش باش تريليه اكثر حوت سانسيبه يعني الحوت من النوع اخر ما يتفترشوش الجملة عليك البابيكويسان ما يستحقش الزيت قلبت كعبتين الحوت وحاتيت الكافتيجي فسحن التقديم زينتو بشويه زيتون وشويه فلفل بالعبيد وزدت حاتيت شويه زيتون يزيدو بلنا على بلناسختو اللي هو شايح معانيها يجي بهي هذا الكافتيجي حذر وذو ما كعبتين الحوت قطركم اللي حضرتهم لو فطوري حذروا وحاتيتهم فسحن ومقعد اللي كاملش نزيدهم شويه كافتيجي ونفطر ونوضكم ومنشاهيكم الكافتيجي في النينجا فوتي وجربتو قبل فلفورة منحق في النينجا فوتي يا امن يجي روعة 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 تقولش عليها مقلي اما اهو كال زيت هذيك يبدأ مزيت ويبدأ قوي هذيك ما فهميش وهذا كان فطوري مع بان كومبلي العشيراني ما طيب حاجة اخرى هذيك الكافتيجي ما شاء اللي ديجا عملت بزيل كما قلت لكم في اول فيديو عملت فرد المرة فطور وعشي كما قلت بزيل وكما قلت بزيل وكما قلت بزيل وحفظها من الزويل وهكذا كان وصلت معكم الاخر الفيديو ان شاء لا يكون اعجبكم ان شاء لا تكون حصة الاضافة ان شاء لا نقالكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلمة